النقطة التانية يروح متصرف فيها علشان يكسب منها وهذا الكلام هنا دي كانت نقطة مهمة اوي برضو حطينا ان يعني مادة حاكمة ان ما ينفعش باي صورة من الصور الاعتراف باي نوع من التعامل على الوحدة هنا بتكلم بقى سواء تنازل سواء توكيل سواء عقد ابتدائي ويمكن حتى قانون نص على ان الشهر العقاري يحذر عليه باي صورة من الصور ان هو يوثق او يؤكد على اي نوع من التعامل على هذه الوحدات ودي يمكن كمان النقطة القانون اللي حددها انه ابتدى حط مدى زمني ان لو حتى انت كأسرة حبيت خدت وحدة سكنية بغرض التملك ودول بالذات بغرض التملك وان الوحدة دي هتاخدها مدعمة وحتاخدها بسعر وقليل جدا لو حبيت انك انت يعني عايز تتصرف فيها يبقى مش اقل من سبع سنوات على هذا الموضوع بحيث انك بعد ما تسلم الشقة وتسكنها مش اقل من سبع سنوات لما تحب انك انت تتصرف فيها ولو انت حبيت تتصرف فيها يبقى لازم ترد الدعم اللي الدولة ديتهولك لانك انت في الاخر انت بتتصرف فيها وبتباعها ممكن تباعها بسعر السوق وبالتالي بتكسب منها وبالتالي يبقى في الحالة دي لازم ترد الدعم اللي الدولة ديتهولك النقطة المهمة اللي بعد كده الحقيقة ودي بقى الكان الخاصة بالإطار المؤسسي الكيان اللي حيبقى مسؤول عن هذا المشروع الكبير اللي مفروض ان احنا بنأمل ان هو ده حيبقى مستمر دائما مدامة هذه الوزارة مستمرة في عملها لان محور الإسكان وتوفير الإسكان ده قضية أساسية من عمل الوزارة فالحقيقة قانون نص على إنشاء صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ده ككيان مؤسسي هيبقى هو المسؤول عن من خلال الوزارة عن وضع كل برامج الإسكان الاجتماعي سواء في المحافظات أو في المدن الجديدة وهو اللي بيحدد كل آليات هذا المشروع وطبعا دي تركناها لان من الوارد جدا ان مع مرور الوقت تتغير الأفكار وتتغير الآليات اللي احنا عايزين نحطها أو أنواع الإسكان الاجتماعي نفسه يعني احنا كان كل شوية حضركم تتذكروا البرامج اللي قبل كيان كان بتبدأ بوحدات 63 متر أو حاجة وخمسين متر ابتدنا بنتكلم على وحدات بتختلف شوية في المسطحات وفي شكل الإسلوب ابتدنا نتيح أراضي فابتدأ يعني الفكرة كلها أن احنا قلنا أن هذا الصندوق وهذا الكيان يبقى هو اللي مسؤول على أنه يضع هذه البرامج ويبقى مسؤول عن متابعتها وتنفذها من خلال التمويل اللي بيبقى متاح ليه سواء من الدولة أو موارد أخرى احنا هنا قانون أقرها فبالتالي هنا بقى عندنا كيان مؤسسي قوي جداً هيبقى ان شاء الله في هذه الوزارة أنا يمكن بس عايز أقول لحضراتكم أن هذا الكيان أو هذا الصندوق احنا بنتكلم على مجلس إدارته مكون من وزراء مش مجرد أفراد يعني بنتكلم على وزير الإسكان وزير المالية وزير التخطيط وزير التنمية المحلية وزير التضامن الاجتماعي ممثل لوزارة الدفاع وأيضاً نائب رئيس مجلس دولة ده بالإضافة إلى مدير التنفيذي للصندوق نفسه اللي هو حيبقى بيعين بقرار من رئيس الوزراء بيبقى مدة أربع سنوات أو ممكن تجدد لكن يعني الفكرة كلها أن هذا الصندوق احنا بنتكلم على أعلى مستوى تمثيلي على مستوى الدولة لأن هذا الصندوق زي ما بقول لحضراتكم رؤية الدولة أنه هو ده اللي هيبقى بيضع برامج كل الإسكان الاجتماعي على المدى المستمر في خلال الفترة القادمة إن شاء الله النقطة الأخيرة اللي يمكن أنا مش عايز أدخل في تفاصيل القانون لكن أشار لموارد الصندوق هتيجي منيه ودي كانت نقطة مهمة طب احنا دلوقتي الدولة عملة تحط من الموازنة بتاعتها كل سنة مبلغ للإسكان أحدكم عارفين الوضع الاقتصادي النهاردة وأنه عندنا مشاكل كتيرة جدا فكانت التخوف طب الدولة النهاردة قادرة أنها تحط يعني عايزين نبقى نخلي نحط لنفسنا رؤية أن هذا الصندوق جنبا إلى جنب مع الموارد اللي بتحطها الدولة سواء النهاردة تكفي أو لا تكفي لازم يبقى هناك موارد أخرى عشان نضمن أن هذا الصندوق وده الهدف أنه في خلال فترة يعني نأمل إن شاء الله في خلال فترة خمس سنوات هذا الصندوق حيبقى قادر أنه هو يوفر التمويل بصورة مستقلة من غير ما يحتاج لموزنة الدولة إن شاء الله لما تتفعل الأليات اللي هي تحطت والموارد اللي بتاعته يمكن أحب أقول لكم يمكن أهم جزء من هذه الموارد أولا طبعا موضوع أنه بتتحط فيه حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع للمباني اللي هو طبعا بينشئها الصندوق أنه هو ده اللي بياخد العائد بتاع كل الوحدات اللي بيبنيها الفائد السنوي من موزنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ودي نقطة مهمة جدا عشان نضمله موارد كبيرة تتبقى موجودة فيه طبعا الاعتمادات اللي بتحطها الدولة للصندوق الغرامات الغرامات البناء اللي بتحصل إن لو فيه مخالفات تبقى لقانون البناء بتتعامل ويجوز المصالحة فيها ودفع الغرامات الغرامات تتحصل لهذا الصندوق القروض اللي ممكن ياخدها إنما النقطة المهمة قوي واحد في المية بيخصص لهذا الصندوق واحد في المية من حصيلة مزادات بيع الأراضي المملوكة للدولة إن أي أراضي بعد كده تتباع الدولة بتباعها باسلوب المزادات والمزايدة تبقى واحد في المية من حصيلتها تدخل لهذا الصندوق اللي احنا في الآخر غرض هذا الصندوق إنه يوفر اسكال لمحدود الدخل للدولة بالإضافة أيضا إلى نسبة من حصيلة بيع الأراضي المملوكة بالوحدات المحلية كل ده الحقيقة يمكن قانون نص عليه فيما يخص هذا الموضوع مجلس الوزراء زي ما قلت لحضراتكم موافق على مشروع القانون واللي هو ان شاء الله بنأمل انه هو هيصدر من السيد الرئيس الجمهورية كمشروع قرار بقانون في خلال اقرب فرصة ممكنة عشان ان شاء الله هو هيبدأ يفعل وينظم فكرة الاسكان الاجتماعي جنبا الى جنب لان هذا القانون نص على ان شروط المستفدين من هذا القانون سواء اللي هياخده وحدات او قطع اراضي لازم يصدر بها قرار من مجلس الوزراء المجلس وافق على الاشتراطات الخاصة بالمستفدين واقرها ايضا واصدرها بحيث تمكن الوزراء ان شاء الله هو يمكن ده اللي كنا مستنينه عشان نبدأ خطوات التنفيذية نحو الاعلان عن المشروع وايضا البدء في توفير الوحدات للمواطنين الشروط دي يمكن برضو معلش سريعا هقولها لحضراتكم اولا طبعا ان حاكم تتذكروا لما اعلن عن هذا المشروع في 2011 ناس كتيرة جدا يمكن ملايين تقدموا على طلب الحجز كان اول شرط انه لازم يقدم ما يثبت انه هو تقدم من قبل لحجز وحدة في هذا المشروع بيتجيب لنا الكعب اللي هو كان عمله سواء كان هنا خده من الوزارة او كان بعته من خلال البريد ده عشان نتأكد انه هو موجود وانه هو ايسف سبق قبل كده التقدم مش لسه واحد هيتقدم بصورة جديدة النقطة التانية انه برضو زي ما بنقول بنؤكد على انه هما يجس ليهم انه هما يحصلوا على اكتر من وحدة سكنية لأسرة الوحدة موضوع انه ما يكونش سبق ليه موضوع التخصيص اه قبل كده لأي وحدات ولا استفاد بأي قرد قبل كده ولا دعم من الدولة ولا قرد تعاوني اه وانه هو لازم يقر بصحية البيانات لانه هو زي ما قلت لحضراتكم هنا ان اي مخالفة للبيانات هتضعوا تحت طائلة العقوبات اللي اقرها القانون النهاردة اه انما الحقيقة برضو احنا حطينا الشروط سواء للاجار او التمليك للوحدات اللي احنا هنترحها بغرض التمليك او الاجار يعني ويمكن الدولة النهاردة هتبقى ملتزمة لهذه الوحدات انها تبني نوعين من الوحدات نوع اللي هي وحدة مسحيتها صغيرة شوية اللي هي غرفتين وصالة وبرضو هيبقى فيه التلات غرف وصالة التلات غرف نوم وصالة النوعين هيبقوا متحيم بغرض التمليك ويمكن حطت الاشتراطات هنا ان ان شاء الله ان المتقدم سنه يبقى ما بين 21 ل 45 سنة عشان اللي يستفيد من هذا الموضوع انه طبعا بالنسبة انه حيستفيد من منظومة التمويل العقاري ده بالنسبة للشقة اللي هو هيبقى بغرض التملك حيتاح لي ان الاستفادة من المبادرة بتاعت التمويل العقاري اللي اعلن عنها البنك المركزي واللي حضراتكم سمعتوا عنها اللي هي العشر مليار جنيه بالاضافة لعشر مليار اخرى ان شاء الله هتبقى مرحلة تانية بحيث يستفيد من هذا الموضوع وياخد الدعم يعني غير الدعم اللي الدولة بتوفره ايضا هتبقى الفايدة مدعمة من خلال هذه المبادرة هو بيسدد خمسة في المية من قيمة الحجز لو يعني الوحدة يعني حيتم الاعلان طبعا عن هذه الوحدات ويمكن ده حنبدأ حعل ان حضركم الجدول اللي احنا حنمشي عليه في موضوع الاعلان عن هذه الوحدات بعد ما خلص هيبقى بيسدد خمسة في المية بنقول مقدم من قيمة الوحدة مقدم حجز وبعد كده عشر في المية دفعة استلام وحتى الخمسة في المية دي احنا قلنا ان هو ممكن يقصتها لغاية لما يستلم الوحدة يعني عشان لو حتى مش قادر ان هو يدفع الخمسة في المية بصورة فورية حنقدر ان هو نقصتها له على اساس ان هو يستلمها وبعد كده بيبقى فيه است شهري است شهري حيبقى بيسدد وده تبقى زي ما قلت لحضراتكم ودي كانت نقطة مهمة جدا دي كانت نقطة اتعدلت في قانون التمويل العقاري قانون التمويل العقاري كان بيقول ايه ان المفروض ان احنا اللي يبقى يعني يستفيد من اي وحدات اسكان المفروض اللي هو دخله الشهري لا يتجاوز مجموع دخل الاسرة 3000 جنيه وكان كان بيحاطة شرط ان المفروض قيمة القسط ما تزيدش عن 25% من المرتب ودي للأسف كانت بتخلي ناس كتيرة جدا ما تعرفش انها تستفيد من هذه الالية او المنظومة لان لو واحد دخله مثلا 1500 او 2000 لو قلنا له ان هو يبقى كل اللي تقدر 25% يبقى معناه انك تدفع 300 جنيه ولا 400 جنيه ممكن يبقى القسط 450 او 500 فكده بيحس ان هو مش قادر يستفيد من هذه الالية الجزء ده تلغى في تعديل القانون التمويل العقاري وبقت بتترك ان النسبة دي بيحددها مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية وانها يعني تعدل تبقى لي الظروف والواقع وفعليا النهاردة اللي تم الاتفاق عليه اللي حيتم تدبيق تطبيقه مش 25% عشان نتيح فرصة اكبر للي دخلهم قليل ان هو يقدر ويدخل ويستفيد من منظومة التمويل العقاري هنا في نقطة مهمة جدا البعد الاجتماعي ان احنا قلنا طيب لو حالة ان احنا بننزل الوحدات وطبعا حالكم عارفين بيتقدم عدد كبير وبيبقى العدد ده اكبر من الوحدات اللي متاحة حطينا برضو نوع من الاولويات للناس موضوع اولا ان طبعا الاسر اللي هي الاقل دخلا قوي تبقى دي ممكن نحطها اولوية قبل الاسر العادية حالات اللي هي زاوية الاعاقة ومصابي الصورة واسر الشهداء المرأة المطلقة او الارمالة اللي بتعول اسرتها او المرأة المعيلة انه يبقى معدم شهادة محو امية لهم الغير حامل المؤهلات وايضا انه يقدم ما يفيد انه هو اولاده في المدارس ومنتظمين في التعليم الحاجات دي كلها حطناها كنوع من ان احنا بنشجع البعد الاجتماعي هنا والبعد التنموي اللي الدولة عايزاه انها تبقى عايزة دايما الاولاد يتعلموا في المدارس والكلام ده دي بقت بنحطها كاولوية مش معناها ان المجموعة التانية مش هتستفيد لكن ما بقول ان دول حطناها كنوع من الاولويات عشان يبقى بنراعي البعد الاجتماعي في هذه الموضوعات وده يمكن انا عايز اقول برضو ان اللجنة اللي بتبقى بتحصر وبتعمل نوع من التقييم لكل هذه الطلبات دي لجنة مشتركة داخل فيها معانا وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات ايضا بتبقى دخلة معانا بالنسبة لوحدات الايجار ايضا وحدات الايجار هتبقى برضو لنوعين الشؤق اللي هو غرفتين وصالة او تلت غرف وصالة وبرضو بيبقى فيه مقدم حجز بيدفعوا المواطن وبرضو ده ممكن بيبقى برضو بيسددوا على اقصات وبرضو هنا برضو حيستفيد ممكن من الدعم للدولة بتقدموا بالاضافة الى ايجار شهري حيدفعوا والايجار ده بيزيد سنويا بصورة بعد كده عادية وبرضو نفس الاولويات اللي قلناها فيما يخص لو العدد تجاوز العدد المطروح نفس الاولويات اللي حطناها الغرض التملك هتبقى موجودة يمكن انا بناء على هذا الكلام يمكن انا عايز اقول لحضراتكم احنا يعني كوزارة عشان اخلص ما يخص الاسكان حطينا النهاردة كان تركيزي لحقيقة ان احنا نطرح في اقرب وقت ممكن او اكبر عدد من الوحدات اللي كانت شغالة وكان فيه يمكن البرامج الزمنية برضو كانت متأخرة شوية فتم الاتفاق ان ان شاء الله حننتهي او حنبدأ نطرح خمسين الف وحدة سكنية حيبدأوا يطرحوا على اربع اعلانات حيبدأ اول اعلان حيبقى على ان شاء الله على نصف ابريل او منتصف ابريل النصف التاني من ابريل حننزل اول اعلان ان شاء الله ويليه حيبقى على نصف مايو وبعدين نصف يونيا وبعدين نصف يوليا المجموعة الاربعة يعني يبقى دول الاربع مراحل اللي حنترحهم اللي هم حيبقوا باجمالي خمسين الف وحدة سكنية دول غير العشر تلاف طبعا اللي الترحوا قبل كده اللي هي مبادرة التمويل العقاري اشتركوا في القناة